حضرتك شديد الاهتمام باستطلاعات الرأي العام يعني عايزك تقول لنا بشكل مبسط ما الرأي العام؟ الرأي العام تعريفاته يعني هو مزيج من أشياء أم أنه فقط رأي الناس؟ رأي الحكومات أم رأي؟ الرأي العام عندنا مثلا افترضنا عندنا 300 كتاب في الرأي العام وده طبعا عدد مجازي فعندنا 300 تعريف للرأي العام بمعنى أن كل باحث يعرف الرأي العام عن طريقه الرأي العام أيضا مجال بحث في العلوم السياسية وفي الاجتماع وفي علم النفس وفي الإعلام وفي غير ذلك فكل مجموعة الداحسين من خلفيات معرفية مختلفة توصلوا إلى تعريف لكن بصفة عامة بدون التقايد بتعريف معين الرأي العام هو ما يعتقد أنه التعبير مجموعة من الناس عن قضية عن فكرة عن اتجاه عن معتقدات بشأن قضية معينة في وقت معين وفي زمان معين عن طريق استخدام وسائل قياس معين في بعض الناس قالوا الرأي العام هو ما تقيسه استطلاعات الرأي العام اللي احنا بنقيسه ده هو اسمه استطلاعات الرأي العام زي ما كانوا عرفوا الصحافة أحيانا الصحافة هو ما تقرأه هي الصحافة بصفة عامة هو الناس بتفكر في ايه اتجاهتها ايه وليس وأحيانا كانوا من ضمن التعريفات للرأي العام هل هو مصطلح بيسموها الاتجاهات للرأي العام ولا الاتجاهات العامة للرأي بمعنى هل هو تعبير عن الجمهور العام الـ public opinion ولا ده تعبير عن مشاعر بعض الناس وبعض الاتجاهات وبعض الفئات المتخصصة في ناس بتقول ان الرأي العام هو رأي الصفوة في ناس بتقول ان الرأي العام هو رأي الجمهور الحقيقي وفي ناس بتقول ان هو اقرب الى فكرة الكوكتيل الكوكتيل اللي هو لما تضربي مزيج وما تبقاش عارفه طعم البرتقان من طعم اليوسفاندي من طعم الاشياء عندما تختلط ببعضها لا نستطيع تحديد هو خليط جمع حاصل ضرب وليس حاصل جمعة حاصل ضرب عناصر كتيرة مختلفة يعني رأي الصفوة مع رأي رجال الدين مع رأي الجمهور العام مع رأي وسائل الاعلام كيف نكون ثقة ما في نتائج هذا الاستطلاع كيف يعني نقول ده استطلاع الرأي العام قياسات الرأي العام دي بتخضع لعمليات احصائية دقيقة وعلى مدار 200 سنة من قياسات الرأي العام تم التوصل الى نتائج يقترب فيها الواقع من التوقع او يقترب فيها التوقع من الواقع بمعنى ان احنا مثلا في استطلاعات الرأي العام الامريكية الخاصة بانتخابات الرئاسة وصل درجة التوقع او درجة مع اختلاف بعض مثلا سنة 2016 حصل كذا سنة 34 حصل كذا احيانا بتحدث اخطاء لكن درجة الفرق ما بين التوقع والواقع وصلت الى نصف في المية وبالتالي هناك بالتجربة والخطأ وبالاسليب العلمية تم الوصول الى مقاييس يمكن الاعتماد عليه لكن ده في المجتمعات